مرحبا يا أحبائي سنستمع اليوم إلى قصة الزوجان محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها كانت كلمات الراهب بحيرة في بصرى لأبي طالب نصيحة مخلصة لها ليحافظ على ابن أخيه محمد من اليهود حتى لا يقتلوه لذلك أسرع أبو طالب وابن أخيه عائدين إلى مكة عندما عاد محمد بن عبد الله إلى مكة كان يشارك زملائه رعي الأغنام سعيدا بهذا العمل فقد علم محمد أن رعي الأغنام حرفة اشتغل بها كثير من الأنبياء إبراهيم ويوسف وموسى وداود عليهم السلام كبر محمد بن عبد الله وأصبح شابا قويا كان على محمد أن يشارك الرجال رحلات قوافلهم التجارية بين مكة والشام اليمن فقد أصبح قادرا على تحمل المسؤولية بنفسه في ذلك الوقت كانت خديجة بند خويلد واحدة من نساء مكة ذات حسب ومال تستأجر بعض الرجال ليتاجروا لها في مالها عرض أبو طالب على خديجة أن تستأجر ابن أخيه محمدا ليشارك رجال قافلة لها إحدى رحلاتهم إلى الشام وافقت خديجة بند خويلد فكانت تعلم عن محمد بن عبد الله أمانته وصدقه اعتاد رجال مكة حين يبدأون رحلة التجارة أن يذهبوا إلى الكعبة ويطوفوا حول بيت الله ويصلوا للآلهة وكانوا يدعونها أن تحفظهم وتعيدهم إلى مكة سالمين لأهلهم وأن تمنحهم أرباحا كبيرة تسعدهم في حياتهم تجهز رجال قافلة خديجة للرحيل وكان محمد واحدا منهم كان النساء يودعن رجالهن بفرح وأمل صعد بعض الأطفال على الجبال حول الكعبة وهم يشيرون بأيديهم تحية لهم ويدعون لهم بالسلامة وقد أنسكوا بأيديهم رايات خضراء كانت السعادة توهر على وجوه جميع الناس في مكة مضى رجال قافلة التجارة التي كان محمد بن عبد الله واحدا منهم في طريقهم إلى الشام كانت خديجة بنت خويلد قد جعلت خادمها ميسرة يصحب محمدا في هذه الرحلة ويقوم على خدمته لاحظ ميسرة أن الشمس ما تكاد ترمي أشعاتها الساخنة على الكون حتى يرى سحابة تعلو فوق رأس محمد تظلله من الشمس كانت السحابة تسير حيث يسير محمد وتتوقف حيث يتوقف بهش ميسرة مما رأى وصلت قافلة التجارة إلى بصرة تلك المدينة التي تقع في جنوب بلاد الشام فإذا كوخ قائم في طرف من أطراف المدينة عرفه محمد إنه كوخ الراهب بحيرة تذكر محمد لقاءه مع الراهب بحيرة حين جاء مع عمه أبي طالب قبل أكثر من عشر سنوات كان بالكوخ راهب آخر اسمه نصطور فقد مات بحيرة كان الراهب نصطور قد رأى القافلة فتعجب للسحابة التي كانت تظلل أحد الشبان من رجال القافلة لاحظ الراهب نصطور أن الشاب الذي كانت تظلله السحابة ما كاد يصل حتى جلس تحت شجرة كانت قائمة بجوار الكوخ قال الراهب نصطور لمن حوله من رجال القافلة ما جلس تحت هذه الشجرة إلا رجل سيكون له شأن كبير في حياته كان ميسر حاضرا فسمع ما قاله الراهب عن محمد بن عبد الله استراح رجال القافلة واستراحت إبلهم من طول الطريق فلما كان الغد أخذوا ما كانوا يحملونه من بضائع واتجهوا إلى سوق المدينة كانت السوق مزدحمة بالبضائع والناس الذين يشترون أو يبيعون كان ميسره بجوار محمد دائما فسمع حديثا عجيبا جاء أحد الرجال ليشتري بضاعة من محمد دار نقاش بين محمد والرجل قال الرجل احلف بالله والعزة حتى أصدقك قال محمد ما حلفت بهما أبدا فقال الرجل صادقت انتهى سوق مدينة بصرى وعاد رجال قافلة السيدة خديجة ومنهم محمد وخادمها ميسره لاحظ ميسره أن السحابة التي كانت تظلل محمدا وهم في طريقهم إلى الشام قد عادت تظلله وهم في طريقهم إلى مكة تسير السحابة حيث يسير محمد وتتوقف حيث يقف ازداد ميسره عجابا مما رأى ما كاد رجال القافلة يصلون إلى مكة حتى وجدوا أهلهم يستقبلونهم بالفرحة وزع محمد على رجال القافلة نصيب كل منهم من الأرباح وذهب محمد إلى خديجة وأعطاها مالها وأرباحها ففرحت خديجة مما حققه محمد من أرباح كثيرة لها ذكر ميسر لسيدته خديجة ما سمعه وما رآه من محمد في هذه الرحلة حدثها عن السحابة التي كانت تظلل محمدا وعما قاله الراهب حين رأى محمدا يجلس تحت الشجرة وعن المناقشة التي دارت بين محمد وأحد المشتريين فرحت خديجة فرحا عظيما مما سمعته عن محمد وكانت لخديجة صديقة تثق فيها ذهبت صديقة خديجة إلى محمد وقالت له يا محمد لماذا لم تتزوج حتى الآن؟ قال محمد ومن أتزوج وليس عندي مال قالت الصديقة إن شئت زوجتك خديجة بنت خويلد كان محمد يعلم أن خديجة ذات حسب ومكانة في قومها فوافق محمد على الزواج من خديجة اجتمع رجال قبيلة محمد مع رجال قبيلة خديجة واتفقوا على زواج محمد بن عبد الله من خديجة بنت خويلد وأقيمت الأفراح وذبحت الزبائح واحتفل الجميع بهذه المناسبة السعيدة وسعيد الزوجان محمد وخديجة أما الآن فقد حان دور الأسئلة بأي حرفة اشتغل محمد صلى الله عليه وسلم وهو صبي؟ اشتغل بالرعي برعي الأغنام من من الأنبياء اشتغل بحرفة الرعي؟ إبراهيم ويوسف وموسى وداود عليهم السلام كيف انضم محمد صلى الله عليه وسلم إلى قافلة تجارة خديجة؟ طلب عمه أبو طالب من خديجة أن تضم محمدا إلى قافلة تجارتها كيف كان أهل مكة يودعون رجال القوافل حين يسافرون؟ كانوا يقفون على الجبال ويلوحون لهم ويحملون الأعلام الخضراء ماذا لاحظ ميسر على محمد وهم في الطريق إلى الشام؟ أنه كان هناك غيمة تضلله من حر الشمس طوال الطريق تسير حيث يسير وتقف حيث يقف من هو الراهب الذي كان يسكن الكوخ بعد بحيرا؟ كان الراهب اسمه نصطور في أي مدينة كانت السوق؟ كانت في بصرة ماذا قال الراهب عن محمد حينما رآه جلس تحت الشجرة؟ قال نصطور ما جلس تحت هذه الشجرة إلا رجل سيكون له شأن كبير في حياته ماذا دار من حوار بين محمد وأحد المشترين في السوق؟ قال له أحد المشترين أن يحلف بالله والعزة وقال له محمد ما حلفت بهما أبدا بماذا تحدث ميسر إلى سيدته خديجة؟ تحدث إليها عن الراهب وماذا قال وعما حدث بين محمد وأحد المشترين في السوق وأيضا عن السحابة التي كانت تظلل محمدا لماذا وافق محمد على الزواج من خديجة؟ لأنه كان يعرفها أنها ذات مال وحسب من حضر من أقارب الزوجة؟ حضر رجال قبيلتها هيا انتظروني يا أحبائي لنكمل معا هذه السيرة النبوية العطيرة مع السلامة